أقيمت جلسة حوارية لنقاش عدد من المشاكل والنقاط الحساسة التي يعاني منها العراقيون عموما والكرد بشكل خاص بحضور رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني وعدد من النواب والشخصيات السياسية والإعلامية كان حوارا صريحا من القلب إلى القلب جرت فيه العديد من المضامين التي كشفها السيد رئيس الإقليم وأيضا كان لأصحاب أعضاء مركز الرافدين للحوار بصمة كبيرة في إثارة بعض الأسئلة الحساسة والجوهرية وكشف معالم ما يضمره العراقيون في أفكارهم لأن هذا المركز يضمن نخبة العراقية بكافة أطيافهم وبالتالي استمع السيد رئيس الإقليم إلى رأي العراقيين جميعا مثلا بهذا المركز وبالتالي نجد منه مثل هذا الحوار كان حوارا ناجحا ونافعا لرسم الرؤية السياسية العراقية إقليم كردستان جزء أساسي من العراق طالب كريم المتحدث باسم المركز أكد على أهمية فتح باب الحوارات بين القوى السياسية والإعلامية للخروج بحلول تنقذ المجتمع من مآس وإشكالات قد تحدث المشكلة تمتد على الأفق بكل مفاصلها بمعنى أنه لا يمكن أن نحدد مشكلة في مكان ما أو زمان ما كل السياسيين العراقيين هم لديهم هم اسمه وطن يعيش الجميع تعد خيمته وبالتالي فهم ملزمون أخلاقيا وملزمون سياسيا أن يعملوا على تقريب وجهة النظر أكد بعض الشخص السياسية على وضع أولويات لاتخاذ القرار السياسي وخاصة فيما يتعلق بالوضع العسكري وما تشهده مدينة الموصل وإرجاع النازحين إلى ديارهم بالإضافة إلى الرواتب المتأخرة في الإقليم يجب حساب الأولويات ملف مكافحة الإرهاب النموذج الذي تم التعامل فيه ما بين الجيش العراقي والبيش مرقى وفتح كل المحاور إمكانية إنعكاس هذا النموذج على بقية الملفات لحل المشاكل العلقة أيضا ملف النازحين الذي نعتقد بأنه ملف حيوي ويحتاج إلى رعاية كبيرة وإلى قرارات حقيقية باتجاه إرجاع النازحين إلى المناطق المحررة جهود شخصيات سياسية واجتماعية وفكرية في سبيل حل المشكلات وقتل الفجوات قبل أن تكبر فهل سيكون لهذه التجمعات والحوارات ثمرة أم أن أصحاب القراري سيضربونها عرض الحائد لقناة الفلوجة عبيد الشريف